نروح لي اخبارنا النهاردة وشادي حسين مهاجم النادي الالي في الايام الاخيرة اتكلم مع اتنين من الجهاز الفني للفريق عن اسباب تجاهله من مرس الكولر شادي شايف ان مرس الكولر مش بيتكلم معاه مش بيقول له تناقصك ايه ومحتاج تطور ايه في مستواك وبيتعاني من ايه وشايف ان مرس الكولر بيتجاهله بشكل كبير جدا وشادي طلب من اضواء الجهاز الفني اللي اتكلم معاهم ان حد يفهم كولر هم اثر في ايه والمفروض يعمل ايه عشان يرجع تاني يحسن من مستواه ويشارك في المباريات ويقنع مرس الكولر وشادي بشخصيته بصراحة هوش اللعب مهزب ولعب عنده ارادة كبيرة اكد للجهاز الفني للنادي الاهلي انه مش هيئس وهيتدرب كويس علشان يلعب ياريت ياريت شادي مهاجم كان عامل مباريات جيدة مع سرامية كولر باترة خد اكتر من فرصة مع النادي الاهلي ما اثبتش كتير انه يقدر يحجز مكانه بس هو مهاجم كويس هو مهاجم كويس لسه مع النادي الاهلي وخلال الساعات الماضية كابتن سامي امصان مدرب النادي الاهلي عقد جلسة مع الو ديانج اللاعب بوسط الفريق عشان يتحدث معه عن تراجع مستوى وكابتن سامي امصان قال لديانج انه لازم يركز ويقفل تماما تماما صفحة العروض اللي بتجيله بشكل شفه يعني مش بشكل رسمي خصوصا ان فترة القيد حاليا مقفولة فما فيش مجال دلوقتي للرحيل قال له يستنى لنهاية الموسم وما يشغلش نفسه بالعروض عشان يقدر يستعيد مستوى مرة اخرى المفاجأة اللي عرفناها انه فعلا مفيش اي عروض خالص للعب حاليا وانه بس زي ما قلتلكم مشغول بحاجات شفهية وحاجات بتتكتب في الاعلام مع نادي الاهلي ايضا مارس الكولر موديل فني ليه الفريق بيفكر بشكل جدي جدا في الدفع بالجزائري احمد الكندوسي بشكل اساسي في التشكيلة الاساسية خلال مباراة اسوان اللي هتنطلق كمان ساعات ساعة تلاتة للربع النهاردة في الجولة 19 في اسوان مارس الكولر شاف ان الكندوسي بيقدي بشكل كويس في التدريب وواضح عليه حماس كبير وانسجم بسرعة مع الفريق وبالمناسبة الكام دقيقة اللي لعبهم في مباراة الهلال لا كواليتي مختلف طبعا احنا عارفين كندوسي من هو بيلعب في الجزائر او حتى مع منتخب الجزائر المحليين بس انت بتتكلم في لعب كواليتي مختلف هيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي ولو شارك بشكل اساسي امام اسوان اعتقد هيشتغل كويس هو بيفكر جدا كولر خاصة انه الحالة البدنية المعظم اللي لعبين مش في افضل احوالها فكندوسي جاهز ما كانش بيشارك مع الاهلي في كاس العالم الاندية وممكن يشارك فيه مباراة اسوان